موسيقى فعين عوضي ايه اللي حصل ده يا امني ايه يا ندا عايزين نعمل ايه يعني يا ندا انا اول ما نزلت البيت وانا ماشى في الشهر لحد ما روحت السوق وانا رجع من السوق فاضل هو ماشي وراه عمال يكلمني يقولي يقولي كلمة واحدة مستهدى كويسة ولا لأ يا امني احنا مش صحاب يا امني مش انا لو ما بيحصل لي اي حدا بيجي حكيلك الاول يا امني يا ندا انا مستحملتش انا زهقت منه انا مش عارفة اصلا انتي بتستحملي زي انا مش فهمة انا ببستحملش يا امني وبتضيق من الموضوع ده قوي بس برضو ما ينفعش ايه جي يقولي ماما ماما ستة كبيرة وانا بخاف عليها يحصلها اي حاجة يا امني ده يا ندا اولا طلع عسل المسك ايدي وقال ليه كلمة واحدة واحدة كويسة ولا لأ ده يعنيك نرفست يا ندا وانتي رديتش عليه بقى ارسله ايه لا طبعا مردتش عليه ما انا لا ردت لو ردت عليها يفضل يكلمني بقى ويفتح كلام معايا جدع اي امني جدع لو كنت عارفة ارسله كويسة كان كل شوية كلمك وسألك ايو انا عارفة يا ندا بسرحة انا رفزني اوي يعني يا ندا وانا لازم اقول لي ماما عشان اخي ليه احترم نفسه يا ندا كنت عايي قوليلي انا الاول كنت اقولك تعملي ايه صح؟ مش احنا صحاب؟ ايو اي ندا انا بصراحة خايفة من يوم الخطوبة ده اوي مش عارفة ايه اللي حيحصل فيه ولا هو هيعمل ايه؟ لا ندا ما تخافيش يوم الخطوبة بقى ماما تكونوا وعافله كده وتقدبه تعرفي ندا انا حاسن لما ماما جدت ازاعقله انا استغرفت قوي حاسن ان هو بيفهمش ولا هو ما عندهش دم انا مش ههمله حاجة ولا بيفهم ولا عنده دم رب بستور يا رب انا خايفة اخد دي احنا شايف اخد دي احنا شايف اخد دي احنا شايف اخد دي احنا شايف خلصة الاروح عبنت لك شايف بقول لك يا احنا عايز منك هلا حاجة دي بسمعني دلوقتي لو لقيت واحد ماشي ورايا زي ما انت بتعمل مع بيت الجرين كده انت هتعمل ايه؟ هيرديك يعني اللي انت تعمله بيت الجرين يحصل فيها يا احنا تصد دي انت خلصة؟ خلصة ايه؟ انت اصلا طلعها كده من جاية من جوا انا جاية لخليسه علي انت وش الجرين جاية غلص عليها انا بفهم انا بفهم انا مش بغلص عليك هوا انا بكلم معاك في عائلة بتوباعك يا احمد اقول لي انا بغلص عليك بقولك ايه؟ امها المراضي كلمتك بالزوق وقالت لك انا هبهدلك المراض الجاية يا احمد لو حصل حاجة هتعمل لك محضر وانت مش هنشوفوك تاني وهددخل جوه واعرف ايه حصل ايه لما هددخل جوه؟ انا واخوتك هنتبهدل وما حدش هيبقى معنا ولا حد هيصرف عليهم هياكلنا ولا يشرفنا فوق يا احمد فوق يا احمد ولم نفسك شوية عندك اخوات بنات خف عليهم خلصت غلصة؟ مش بغلص عليك يا احمد خلصت غلصة بقى حياتي كلها هتتغير معاكم لو حد بقى قلنا بحبك هتعمل ليه؟ هتقول ليك انت بحبك؟ ليه مالي انا؟ انت يحبك انت ليه يعني؟ يمشي بنت معفنا يلا شوفوها احمد انا معفنا؟ يلا كنت امشي يلا ماشي يا احمد انا فهنتك اهو ايه نادة تاني يلي نادة برسي سليم هي مش بتحبك يا احمد؟ اتجيش داعة وما تقطنين اتقول لك الحاجة بقى؟ نادة مش لك يا احمد غرسي غرسي السنين حتى قبلتش يا احمد ام حبنا يا باي عليها يلا يا بنات عايزاكو بقى يا نادة كده تفتاري كويس يا بنتي كده وتتغذي عشان النهاردة قدامنا يوم طويل النهاردة يا حايفتي هنشتري الفستان بتاعك؟ هتجيبلي الفستان اللي انا عايزين طبعا يا روح قلبي دا يومك يا حبيبتي تختاري اللي نفسك فيه وعايتك كده تبقى فرحانة ومبسوطة بس انا عرفتك طبعا لا يا ماما بص الفستان دا يا ماما اش عارفة في ايه اصلي الفستان دا في ايه؟ انا مش فهميك ايه عندي فستان احلى فستان يا روح قلبي ماما ماما ليه غيركو يا بنات ماما عحيثونو قولنين دا gele فستان بتاعنا نفس اللون من ابس الاكل انتوا تبسون نفس اللون انتوا تبسوا نفس اللون اسببوشبهكمو انتوان جبانا ليتوا فستان عروسي يا منات انتواع العروسي اللهabilaison你想 трудداء نامك أو لا انا سميت مشة طريق طوبة ولا مقص طوبة ولا مقص طوبة ولا مقص خلق حلقتك عكس باي ربا تلعبوا ليه؟ ليه مش بتذكروا يعني؟ يا أحمد ذكر الزي و احنا احنا اصلا مش بننوح المدرسة ألوة طيب اول ما انا تقول لي بحبك هواديكم المدرسة على طول بإذن الإدعو إدعو مجدوا بتصنم؟ اه طيب تقول لي يا رب تقول لك بحبك يا رب تقول لك بحبك يا أحمد عايز قولك على حاجة يا أحمد احنا بدنا يحمد بكلمة الكبار يحمد قلنا الأطفال من نشده بك يا أحمد قلنا لنا دا يا أحمد انا عايز اروح المدرسة يا عيوة يا أحمد وتعرف كيف بنا زعلان منك في حاجة واشترا زعلان منك عشان كل ما صلنا تلبسنا لبس المدرسة بتجي تقول لنا لا عشان أحمد مش روزي يوديكم المدرسة اه زيقتي يا أحمد اه زعلان منك عجبان يا أحمد انت ولا بتطعب معنا ولا بتوديها المدرسة ولا بتفسحنا ولا بتجيب لها عجحله ولا بتعمل أي حاجة يا أحمد انت تغيرت قوي يا أحمد هي دي شقة مين؟ الشقة دي؟ انت عارفة ان انا سمسار ومعايا مفتاحي دي خمسين ستين شقة طيب محمد انا عايز اقولك على حاجة فضل لو انت بتحبيني بجد ولا لأ؟ أيوة طبعا بحبك انا لو مش بحبك مش هقابلك ولا اكون عاوز اشوفك أصلا طب لو انت بتحبيني قوي كده يعني وموضوع جد كده ما تروح تطلبني من أخوي يا طيب طبعا وده اللي هيحصل كمان بس الاول نقضه على بعض انا وانت نقضه على بعض الاول طبعا انا سألك سؤال اسأل يا محمود هو انا دمي خفيف على قلبك ايوة طبعا دمك خفيف منت لو دمك تقيل عمري ما قابلك ولا هكلمك أصلا ايوة ايوة يعني انا دمي خفيف على قلبك ايوة يعني دم اهو اهوة شفتين مصلي ماينفعش يا محمود وقت كني بتحب حد تاني لا طبعا مش بحب حد تاني بس ماينفعش انا بحبك انت يا محمود تحبه ايوة ايوة خلاص بإذن الله عملوك كله دوت اول ما هتقول لي بحاجة يا حمامان لو انت اصلا ما هتقول كده معانيش يا حبيبت معانيش 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 مش هتقول لك اصلا يا لا هتقول ما تبقيتش غلسة يا باوخت تبقى بدي لتقيل لعنوك شعر دوت انا مش فهم اللحمة واخدة واصفة ايه ده ايه ده مين دي سلم اه سلمة ما تعملش حاجة عاد لابد بوضط لك شعر ايه انت هتلعب برا برا ماشي خلصك وكده يالن ماشي اقول يا رب تقوله بحبك اه يا رب تقوله بحبك خلاص مين اللي تقوله بحبك نادا تقل suficiente يا ربي تقول لي انا بحبك خلاص اه يا رب تقول لها بحبك يا رب الناده تقوله بحبه بيت مرش في انت قلب يا جابت ايه دعبت كده من البقه عشان هو تديبك محر ملنا بكلامك ببوره يا رب انت بتقولك وتفجع في كلامك يا حسن انا؟ ايه طب انا طلعها عبر برده اعز يا فيدوس يالو توها رواس توها رواس سواني يا بنات خليكو زي ما انتو يا بنات استاذ احمد ما يصحش يا ابني القعدة كده طوله نعاره على الترلم يا ابني البنات فرعين نازلين حاضر يا امي حاضر امي علوة كده امي اللي انت اعزي يا امي رب بيلي يهديك يا ابني وصلح لك حالك امي لو سمحت اقولك على حاجة بس نعم يا ابني اش انت بتقولي انا كل ده وات سكتة عشان خاطر ابوك امك واخوتك ايوه الله الله يرحمهم خلاص بها جوزيني عشان خاطرها استغفر الله يا حسيني يا ابني انا حاسة ان انا بتكلم مع واحد متخلف يا ابني انت بجح يا ابني يا ابني جيت خربطت الباب علينا واحنا رفضنا موضوع وانتهر ايوه الله يصلاح لك حاجة بقى البناتي خالص حباهم يلا يا بنات يلا يا بنات انزلوا قدام عنايا يلا 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 يا بنا الف الف مبروك يا ناد متخيلش يا بنتي انا مبسطة وفرحانة عند ايه فيا نهار قبرت يا ماما انا نتبقى تليفوني فوق يه يا نادا مش تركزي يا بنتي برضو طب حطلع اجيبه في سراعة لا رجلة على رجلك يا بنتي مش هتطلع الواحدة ليه كده يا حبيبتي دي قعد قدام باب الشقة مش شايفة مش عايز يتحرك يلا رجلي على رجلك طب سلم طويل عليك طويل طويل مش مهم بعد كده قبل ما تنزلي تراجع حكتك وتركزي فهم ولا مش فهم ما تشوهي فهمي يلا يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة